نذهب سريعا لمراسلنا محمد عبدالله موفد التلفزيون المصري إلى دولة الهند صباح الخير عليك يا محمد وربما عدد كبير من الملفات بيحملها الرئيس السيسي معه إلى الهند ما هي أبرز هذه الملفات سياسيا واقتصاديا؟ نعم مصطفى بتكيد زيارة هام للغاية تكتسب الكثير من الدفء في العلاقات ما بين مصر والهند دفء حاصل من حفاوة الاستقبال بدءا من وصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومرورا بما تم من لقاءات حتى هذه اللحظة نحن الآن في مقر وزارة رئاسة الوزراء الهندية كان منذ قليل استقبال رئيس الوزراء الهندية لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان قبل هذا اللقاء الهام الذي يُعقد في مقر الحكومة الهندية حيدراباد كان هناك عدد من اللقاءات أجرها السيد الرئيس بدءا برئيسة الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية تلاهوا استقبال السيد الرئيس الوزير الخارجية الهندي ثم قيام السيد الرئيس بوضع إكليل من الظهور على قبر المهاتة أغندي كل هذه الخطوات التي يكون بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يقابلها من حفاوة استقبال من الجانب الهندي تشير إلى علاقات متميزة للغاية ونقلة نوعية كبيرة في العلاقات ما بين مصر والهند يبنى تبني هذه الزيارة على زيارتين قام بهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015 وعام 2016 نحن إذا نسى الطفرة كبيرة في العلاقات المصرية الهندية قد طرق هذه المرة إلى رغبة الجانبين أن تصل هذه العلاقة إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية حقيقة المتابعون للسياسة الخارجية المصرية في الأونة الأخيرة يجد أن مصر تتحرك على كافة الدوائر والأول مرة ربما منذ قرن يكون هناك تحرك كبير وفعالية كبيرة في السياسة الخارجية المصرية على دوائر غير تقليدية ومنها الهند تحرك بفعالية كبيرة يشير إلى الخطوات التي تكتسبها مصر من التواصل مع كافة القوى الإقليمية السياسية والاقتصادية ومسعى إلى تطوير هذه العلاقات العلاقات السياسية ومن خلال هذه الزيارة أستطيع أن أؤكد أنها ستلقي بزخم كبير على العلاقات الاقتصادية هناك رقاء مرتقب مساء اليوم بمقر إقامة السيد الرئيس بناء على رغبته مستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الهند الذين يرغبون في مزيد من الاستثمارات في الجانب المصري أيضا هناك وسائل الإعلام كان هناك حفاوة بلغة بزيارة السيد الرئيس إلى الهند ودعوة إلى رجال الأعمال الهند من مختلف الشرائح ومختلف التخصصات لضرورة الاستثمار في الجانب المصري إذن نحن مثلما أشرت مصطفى نحن أمام محطة فارقة في طريق العلاقات المصرية الهندية ستتمقد عنها وستشير عنها ستعكس هذه المحطة ما ستخرج عنه هذه الزيارة من اتفاقيات ومن خطوط قد ترسم في هذه الزيارة للمرحلة المقبلة ما بين العلاقات المصرية الهندية طيب محمد يعني ربما عدد كبير من الملفات اللي نراهن على وصولها للجانب الهند يعني صناعة البرمجيات مثلا هل هناك تم التعاون مشترك سيبرز في الآونة القادمة والساعات القادمة وخصوصا أننا نعلم أن الهند دولة رائدة جدا في صناعة البرمجيات هل على سبيل المثال الزيارة التي سيقوم بها رجال الأعمال تتضمن مثلا عدد من رؤساء الشركات التكنولوجية أو البرمجيات في الهند مصنوع عبدالتكي هناك تعاون ثنائمة بين مصر والهند فيما تعلق بهذا المجال وكانت هناك زيارات لوزير الاتصالات المصري إلى الهند وتمخذ عنها العديد من أطر التعاون المشترك ما بين كلا أطرافين فيما تعلق بمجال التعاون في ملف الاتصالات الوضع المرافق للمصاحب لسيد الرئيس لهذه الزيارة به وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ومن ثم هذا مؤشر على الملفات التي سيتم طرحوها خلال أعمال هذه الزيارة ومباما ما ستمخد عنه من توقيع التفاقيات تستفيد منها الجانب المصري فيما تعلق بالخبرات الهندية في هذا المجال وهذه أحد المتطلبات المصرية للتعامل مع الجانب الهندي على الأجنت المصرية ملف الاتصالات ملف الغذاء والتعاون المصري الهندي واستراد القمح من الهند وأيضا أغذية أخرى وهذا ملف موضوع على الأجنت المصرية لو أردنا أن ننظر من الجانب الهندي هناك رغبة كبيرة في الاستثمار من الجانب الهندي في عدد من القطاعات الهمة ومنها قطاع الأدوية الهند بها أكبر مورد للمواد الخام للدواء ويتريد تطوير هذه الصناعة بالاستفادة من الخبرات المصرية والأهم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يفتح له الهند أفاق أرحب وأوسع من الأسواق الأفريقية لصناعة الدواء هناك أيضا ملف آخر يرغب الجانب الهندي على تطوير الاستثمارات فيه وكان بالفعل منذ أشهر تم توقيع على عدد من الاتفاقيات فيما يتعلق بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر مصر لديها بنية تحتية قوية جدا وطموح كبير للاستثمار في ملف الهيدروجين الأخضر والهند تريد أن تستفيد من هذه الخبرة المصرية في هذا المجال وبالفعل تم توقيع عدد من أطر الشراقة مع الجانب المصري لإنتاج الهيدروجين الأخضر بلغت ثمانية مليارات دولار وقبل هذه الزيارة كان هناك شركتان تم توقيع على اتفاقيات أخرى تصل إلى ثلاثة مليارات دولار إذن هناك ترتيب للملفات وأولويات لدى الجانبين وخطوات يتم الدراسة والعمل بها على أرض الواقع خطوات زمنية على أرض الواقع لترجمة ما يتم الاتفاق عليه من خلال لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الهندي بخطوات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بخطوات عملية على الأرض تعود بدعم الاقتصاد وتعم التوجهات سواء الاقتصادية والسياسية في كل البلدين صحيح محمد ويمكن هذه زيارة ثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند ربما تعكس نموه في العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وحتى التعاون العسكري ويمكن دعوة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال بيوم الجمهورية في الهند وهذه الحفاوة الكبيرة في الاستقبال لسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى التقارب ما بين الهند ومصر حقيقة دير يعني ما نلاحظه منذ أن قدمنا إلى نيو ديلهي وهناك دفء كبير في العلاقات ينعكس من عدد من المظاهر لمسناها على أرض الوقع في نيو ديلهي بدأنا به مثلما أشرت وأريد أن أؤكد في كل تغطيتنا العلم المصري موجود بجوار العلم الهندي في الساحة الرئيسية التي يتم الاحتفال بها غدا صباح غدا إن شاء الله بيوم الجمهورية يوم هام جدا لدى الجانب الهندي يتم فيه دعوات لكبار زعماء العالم من مختلف الدول لأنه يوم يمثل أهمية خاصة في ذاقرة الشعب الهندي أيضا لمسنا دفء هذه العلاقات من خلال صور السيد الرئيس التي انتشرت في شوانع نيو ديلهي والصور الأخرى التي جمعته برئيس الوزراء الهندي وما التويتر التي أعلن عنها رئيس الوزراء الهندي على مقوية على تويتر بالأمس بحفاوة الاستقبال بالسيد الرئيس وبترحيبه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتطلعه لإجراء مناقشات ومفاوضات مثمرة مع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن كل هذه الخطوات قد نستطيع أن نؤكد أو نشير أن زخم العلاقات السياسية يلقي بضلال كثيفة هذه المرة ويبنى على الزيارات السابقة مثلما أشرت هدير لدعم العلاقات الاقتصادية هذه الزيارة مثلما يشير مراقبون هنا في الهند سوف تكون فارقة فيما تعلق بدعم العلاقات الثنائية ونقل هذه الشراقة أو المشاركة ما بين مصر والجانب الهندي إلى مستوى الاستراتيجي إذا تم نقل هذه الشراكة إلى مستوى الاستراتيجي سوف يكون هناك العديد من الفرص الوعدة سواء فيما يتعلق بمجال الاستثمار وأيضا تنصيق المواقف فيما يتعلق بوجهتي النظر المصرية والهندية للتعامل مع التغيرات المتلاحقة على الساحة الدولية صحيح محمد ويمكن عايزة كمان أسألك عن الصحافة الهندية وكيف رصدت الصحافة الهندية يعني دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال بيوم الجمهورية في الهند يعني تصدرت مواقع الصحاف الصدر صباح اليوم زيارة السيد الرئيس إلى نيو ديلهي ومشاركة سيادته في الاحتفال بيوم الجمهورية وهناك عدد من الصحاف وجهوا دعوات مباشرة إلى رجال الأعمال الهند لما أسموه باقتناس يعطلق عليه بهذا اللفظ ضرورة أن يقتني رجال الأعمال الهند الفرصة الذهبية للاستثمار في مصر هم يرون فرص وعدة للاستثمار مع الجانب المصري في عدد من الملفات التي أشرنا إليها ومن ثم هناك حفاوة واستقبال كبير لهذه الزيارة وتقدير كبير لهذه الزيارة والروابط التاريخية وأواصر الصداقة والعلاقات القوية التي تربط مصر مع الهند والتي تنتقل في هذه الأونة إلى مستوى مختلف من الشراكة ومستوى مختلف من التعاون وأيضا الجميل في التحركات المصرية أو الترابط المصر الهندي أن التحرك يتم على كافة الملفات في ذات التوقيت سواء فيما يتعلق بالملف السياسي أو بالملف الاتصادي أو حتى بالملف الثقافي هناك عدد من الفعاليات يحرس الجانب الهندي على إقامتها في مصر مثل فعاليات النيل يعانق الهند وأيضا فعاليات ثقافية مختلفة ومن ثم القوة النعيمة لدى مصر وقوة النعيمة لدى الهند تستطيع أن تربط هذا الرباط ما بين الشعبين ومن ثم الانطلاق على كافة الملفات في آن واحد وهو ما يجعل هذه العلاقة علاقة متميزة علاقة تاريخية يمر بها بالتزامن مع سيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 75 عام على هذه العلاقات المصرية الهندية صحيح محمد عام 2009 وفي روسيا كان الاجتماع الأول لما يعرف بتجمع البريكس وهو يعني رآه متابعون اقتصاديون يعني بيمثل خطر شديد جدا على هيمنة القطب الواحد يعني نتكلم في 40% من سكان العالم نتكلم في اقتصاديات ورؤوس أموال هائلة نتكلم في الصين الهند روسيا البرازيل جنوب إفريقيا الهند هي أحد مؤسسي هذا التجمع الاقتصادي الذي يراه أيضا مراقبون أنه الشكل الاقتصادي من منظمة عدم الانحياز التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي كيف تستفيد مصر من هذا العمر يعني حقيقة التجربة الهندية في ملف الاقتصاد والنمو هي تجربة رائدة الهند من أكبر عشر دول على مستوى العالم فيما تعلق بالنمو الاقتصادي هناك عدد من التجمعات الهامة ومنها بريكسك التي تشارك فيها الهند وأيضا هناك ملف آخر وهو مجموعة أخرى وهو مجموعة العشرين والتي تستضيف الهند أو ترأس الهند رئاستها لهذه الدورة وأيضا سوف يتم دعوة مستوى جهة دعوة إلى مصر لحضور قمة مجموعة العشرين إن شاء الله في سبتمبر من هذا العام حينما تحدثنا في هذا الملف فيما تعلق بمسؤولين داخل وزارة الخارجية الهندية الحديث كان ينصب بأنهم يعني يريدون أن يكون هناك تطور فيما تعلق بالتحرقات الإقليمية والتجمعات الإقليمية هم يرون أن مجموعة العشرين ربما قد تقوم بديلة للمجموعة السبع العظمى القوة التي تضم الدول السبع العظمى فيما تعلق بالاقتصاد هم يرون أن الخريطة في خلال الفترة القادمة الخريطة الاقتصادية بالأخص وفي تلك الأونة هي مرشحة أن تتغير بقوة ومن ثم مصر هي على مسافة من قريبة من هذه التطورات ومن هذه الملفات ومن هذه الدول التي هي في قلب الأحداث مصر تستطيع أن تستفيد من هذه التجمعات بالتواجد قضية شرف في مجموعة العشرين في قدور الاجتماعات البريكسيك ومصر وجهت دعوة رسمية لأن تكون عضوا في هذه المجموعة إذن التحرق المصري وتحرقات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس هذا التطور مثلما أشرت في بداية حديثي بأنه ربما منذ ما يزيد عن أو ربما من القرن أن التحرقات السياسة الخارجية المصرية لم تقم بهذه الفاعلية ولم تفتح دوائر أخرى لدوائر الأمن المصري القومي وتتحرك فيها بهذه الفاعلية مثل هذا التوقيت مصر تتحرك على كافة الأصعادة تملك علاقات قوية جدا مع كافة القوى المؤسرة في المشهد السياسي والمشهد الاتصادي علاقات مع الصين علاقات مع الهند علاقات مع نوسيا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويحضر بقوة في مثل هذه التجمعات إذن هذه التحرقات تضع مصر على قدم وساق ما بين أي تغيرات في القوى في موازين وفي شكل المعدلة العالمية سواء فيما يتعلق في الجانب السياسي أو حتى في الجانب الاقتصادي مصطفى أيضا محمد نتحدث هنا عن تعاون عسكري يعني ما بين الهند ومصر حديث عن مشاركة كتيبة مصرية من 180 فرد في الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند وقضية مغفحة الإرهاب على أجدد أولوياتها رئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند نعم يعني هناك زيارات عديدة فيما تعلق بالتعاون في هذا الملف قبل زيارة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند كان هناك زيارة لوزير الخارجية الهندي وكانت زيارة أيضا من وفد هندية ضم وزير الدفاع الهندي وهم أقاموا بإجراء لقاءات واستقبالوا من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة هذا وكانت هناك أيضا منورات مشتركة تتم ما بين الجانب المصري والجانب الهندي لتدريب على عدد من الملفات وأيضا هناك تعاون كبير ما بين الجانبين فيما تعلق بملف مكافحة الإرهاب هناك نجاحات كبيرة تم تحقيقها في التعاون بين مصر والهند فيما تعلق بملف مكافحة الإرهاب العلاقات الهندية المصرية وأريد أن أؤكد مرة أخرى أنها تتحرك على كافة الأصعادة في آن واحد لا يمكن أن يتخلف ملف عن ملف آخر العلاقات السياسية القوية التي تربط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمسؤولين الهنود هنا تشيل وتؤكد أنها تلقي بظلالها على كافة العلاقات الأخرى من العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني وما إلى ذلك ومن ثم تتحرك كل هذه الأطر وتتحرك كل هذه الملفات في تحرك متوازي ومتحرك متساوي يجعل من العلاقة ما بين الهند ومصر ترقى إن شاء الله خلال هذه الزيارة إلى مستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التنصيق ما بين الجانبين في أرقع مستوياته في هذه الأونة سواء التسكين في التشاور والتنصيق في الملف السياسي أو في الملف الأمني وأيضا في الملفات الاقتصادية الأخرى نعم هدير محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من دولة الهند نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وشكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل